هاهاهاها 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 يهيبو إليها نظري قلبي وكل مشاعري مشتاقة روحي لها وجوارحي وخواطر للقدس نبحر معكم مع رائد يحلو اللقاء نفحات مصرى أحمد مهوى جميع الأنبياء عبر الأنيس نزورها كنت أول زائري بنسائل القدس الجميلة ألف زهر عظيري بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودائما أريد أن أخذكم وأبحر معكم دائما في جولة في فلسطين أو في بلاد الشام هذه المرة إذن موضوع الآن تكلم على العلاقة ما بين القدس والأردن هذه العلاقة التي لا علاقة تاريخية أيضا وعلاقة دينية نحن نعلم هذا الاستعمار الذي قسمناه عبر اتفاقية سايكس بيكو ولازلنا إلى يومنا هذا ندفع ثمن هذا التقسيم وهذه الفرقة المقيتة البغيضة ولازال الاستعمار يتلاعب بنا وينقض علينا ويأكلنا كما أكل الثور الأبيض كان نتيجة هذا التقسيم أن قسمت بلاد الشام وقسم الوطن العربي والإسلامي إلى مقاطعات جزء يخضع لهذه الدولة الاستعمارية لفرنسا وجزء لبريطانيا وجزء لبلجيكا وجزء لإسبانيا هكذا عاش الوطن العربي في تفتيت وفي تقسيم وكان نتيجة هذا التقسيم سبحان الله هي القدس كانت هي الضحية وهي التي تم الإنقضاد عليها ولازالت تعاني ثمن هذا التقسيم مع أن تجاوز تفقيق سايكس بيكو المائة سنة ولكن سبحان الله قد رسمنا سايكس بيكو في عقولنا عبر حدود تطلب منك جواز السفر أينما ذهبت وسرت لكن دعونا نرجع إلى القدس هذه المرة أن العلاقة ما بين القدس والأردن لماذا أقول هذا الكلام طبعا ربما يسألني المشاهد وربما يتساءل معي إذن ما هي العلاقة؟ هي العلاقة بسيطة جدا نتيجة للمقدمة أن نتيجة سايكس بيكو وضعت الأردن وفلسطين تحت الانتداب هذا المصطلح الذي استخرج من عصبة الأمم المهم جابه هذا المصطلح من أجل تقسيم فلسطين والاستلاع في فلسطين ووضعت تحت ما يسمى بالانتداب وهو بين قصين هو استدمار احتلال البريطاني وكانت نتيجة هذا الاحتلال البريطاني أن أصبحت القدس تحت الحماية البريطانية وسنرى أن بريطانيا فيما بعد في الحساس القادمة بأن بريطانيا ستهب هذه المنطقة إلى اليهود وتقدمها على طبق من ذهب على حساب الفلسطيني وعلى حساب السكال الأصليين وحتى على حساب دمائهم وأرواحهم هذا ما نلاحظه لكن العلاقة أنه نعلم أن القدس تقع في الضفة الغربية هكذا تسمى والأردن في الضفة الشرقية إذن يفصل ما بين الدولتين هو نهر الأردن هو نهر يسمى نهر الأردن والنهر الأردن معروف أيضا ولو حتى في التاريخ ولو في أحاديث ذكر إذن بالتالي المنطقة التي كانت شرق النهر سميت بشرق الأردن وهي للآن أصبحت المملكة الأردنية وفي غرب النهر هي الضفة الغربية وكانت نتيجة سايقس بيكو أن قسمت وأصبحت دولتين لا دولة واحدة مع أن التاريخ يؤكد أن المنطقة بلاد الشام كانت بلاد دائمة واحدة وأن حدود بيت المقدس بحدوده والبركة التي تدور في دوائر في بيت المقدس تتجاوز الحدود الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية وتدخل فيها كارك والعجلون وكثير من المنطقة حتى في سوريا وحتى في مصر ولكن هذا الانقسام أراد من باب نظرية فرق تسد وبالتالي كانت لهذه الفرقة لكن رغم هذا الانقسام دعنا نرى الجانب الإيجابي بأن القدس كانت دائما في عيون الأردن ودائما كانت الأردن تخرص لأن تكون إلى جانب القدس إضافة إلى الارتباط الديني الذي ذكرناه ربما في حصص أنه دائما ما يربط الأردن بفلسطين عدة عوامل أولا رابط الإسلام نعلم أن الأردن فيها الكثير من المسلمين وبالتالي يربطها الإسلام كما قلنا والإسلام مجرد ما جاءت سورة الإسراء وأحاديث تتكلم عن القدس وأنه ثالث الحرامين وأول قبلتين وإلا كل المسلم ارتبط بمدينة القدس تلقائيا نتيجة هذا القرآن الكريم ونتجة الأحاديث رسوله السلام وبالتالي أصبح هناك ارتباط ما بين الأردن والقدس ارتباط ديني ثم هناك في ارتباط عربي أو القومية نحن عربي يعني بالتالي كل ما في الأردن أو في فلسطين هو في النهاية يعني عرب جاءوا يعني من قبائل عربية سواء جاءوا من قبائل كنعانية أو آرامية أو غير ذلك وإنما المصب أو المنبع أو المصدر هو مصدر واحد وبالتالي القومية للقومية العربية أيضا تجمع الأردن بمدينة القدس ثم اللغة واللغة الضاد واللغة الضاد هي اللغة الثقافة والثقافة واللغة عبارة عن حضارة وثقافة أيضا وعبارة عن جسر واصل لأن أحد مقوميات بناء أي أمة أن تكون اللغة المشتركة رغم أن الأوروبيين يعني نجحوا رغم اللغات الكثيرة وتعدد اللسان الأوروبي لأنهم نجحوا وأنهم أصحاب اللسان الواحد سبحان الله نتقاسم ونتجافى لا أعلم لماذا يرجع لك هذا السؤال عزيزي المشاهد وفي النهاية تجمع الأردن بفلسطين أيضا رابط اللغة ثم في رابط مهم جدا بأن دائما يقال أن الضفة الغربية شقيقة الضفة الشرقية وفعلا هي هما شقيقتين وأراد الاستعمار أن يقسمهما ويبعدهما عن بعض ولكن تبقى الأخت حاضنة الأختها مهما كان ويبقى قلب الأخت على الأخت وهذا ما يحدث ما بين فلسطين والأردن وبالتالي الأردن بقيت وفية لفلسطين دعنا نعود إلى التواريخ الآن متى ضمت الضفة الغربية إلى الأردن نعلم قبل الاحتلال كانت بلاد الشام رقعة واحدة مواحدة وبعد الاحتلال والتقسيم الذي ذكرناه أصبحت مجزة أصبحت دلت الأردن وأصبحت فلسطين لكن في سنة 1948 يعني بعد ما دخلوا اليهود إلى فلسطين وسهلتهم بريطانيا واحتلوا فلسطين هناك عقدة مؤتمر من مئة شخصية فلسطينية وقالوا بضم الضفة الغربية إلى الأردن حتى يصبح دولة واحدة تستطيع مقاومة مجابهة العدوان وأيضا في نفس التوقيت كان هناك مؤتمر حكومة العموم الفلسطينية كانت في غزة سنة 1948 ولكنها أجهضت في أقل من شهر ولم تدوم وإنما الذي دام هو المؤتمر الذي عقد في أريحة المئة شخصية فلسطينية لضم الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية وتصبح ضمن نطاق المملكة الأردنية وبالفعل في سنة 1950 كتبا لهذه الوحدة وعن تصبح الضفة الغربية بما فيها القدس تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية وبالتالي أخضعت المقدسات الإسلامية بما فيها مدينة القدس نتكلم بالتحديد أخضعت للقوانين الأردنية وإلى وزارة الأوقاف أو المجلس الإسلامي الأردني ومنذ ذلك الوقت بقية الأردن هي المتصرف وهي المدافع وهي الناطق وهي الحامية والمنظمة لهذه المقدسات المقدسات الموجودة في بيت المقدس ولكن لم يدوم هذا طويلا بعد 17 سنة من هذه الوحدة تقوم إسرائيل أو اليهود وتحتل مدينة القدس وتسقط القدس رغم أنه كان في قرار في 48 بتقسيم فلسطين إلى جزئين جزء يطبع إلى اليهود وجزء إلى فلسطين وتدويل مدينة القدس وقسمتها على جزئين المنطقة الغربية التي أعطيت لليهود والمنطقة الشرقية التي فيها الآن المسجد الأقصى التي أعطيت للجانب الفلسطيني وبما أنه أعطيت للجانب الفلسطيني فخضعت إلى الجانب الأردني لما صارت الوحدة دعنا نقول الوحدة ونسأل الله الوحدة دائما للأمة العربية لما صارت الوحدة لما بين الأردن وفلسطين وبقيت هذه الوحدة بين الأردن وفلسطين إلى سنة 1967 ولما جاء الاحتلال اليهودي إلى مدينة القدس وأخذها بالكامل أو ضمها إليه وسقطت في يد الاحتلال اليهودي قاوم الجنود الأردنيون أو الجيش الأردني الباسل وقفة عز وبطولة حتى أنه يقال نستشهد أكثر من 7000 وأكثر من 60 ألف جارية يعني رويات كثيرة تقول لكن على ما يبدو أنه هناك عدد الشهداء في الجيش الأردني كان كبيرا جدا ومن هناك بدأت الانفصام القصري بقوة الاحتلال ما بين الأردن وفلسطين ومع ذلك بقيت الأردن أو المملكة الأردنية حافظة ومحافظة على المقدسات الإسلامية وبقيت ضمن القوانين الدولية حتى في الأمم المتحدة أن الأردن هي حامية هذه المقدسات وبعد سنة 1967 خضعت القدس بكاملها إلى القوانين اليهودية وسرعان ما استبدل النظام أو النظام الأردني التي كانت يعني الأردن ضمت الضفة الغربية إلى الأردن سرعان ما ضمت القدس وألغيت كل القوانين التي كانت في الأردن أو التي كانت ضمن القانون الأردني وبالتالي تم تطبيق القانون اليهودي وتحت نظام الحكم العسكري اليهودي إلى سنة 1982 أو 1983 أين تم استبداله بالحكم المدني اليهودي هو هو يعني بقي يهودي يهودي ولكن هناك أنه صارت مجموعة قوانين تقول بأنه يهودية من أجل ابتلاع مدينة القدس وفعلا تم تسلسل هذه القوانين إلى أن ابتلعت القدس وباقت الواقع الإشراف على المقدسات في مدينة القدس وعلى مدينة القدس بالتحديد وعلى السكان وحتى رواتب الموظفين في البلدية ورواتب موظفين مثلا الشؤول الدينية كانت على حساب المملكة الأردنية وحتى لا يفوتني ذكر أنه أول مجلس بلدي يعني تم انتخابه لروحي الخطيب كان في الوقت الأردني لما جاء اليهود تم عزله بتعيير رئيس بلدية يهودي ولكن بقي أهل المقدس أو فياء لروحي الخطيب إلى سنة 1994 هكذا كانت وبقيت الأردن إذن تدير هذه المقدسات إلى سنة 1988 عندما تم الانفصام أو فك الوحدة بين الأردن وفلسطين حيث أصبحت هناك بعدها جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية وخضعت المقدسات الإسلامية في عمومها للسلطة الوطنية الفلسطينية باستثناء بعض المقدسات نتيجة الاتفاق ما بين السلطة الوطنية الفلسطينية والأردن حيث بقيت هذه المقدسات تقريبا تتبع إلى الحكومة الأردنية أو للإشراف الحكومة الأردنية وحتى الرواتب يقال أنه لم تنقطع هكذا يقال أنه لم تنقطع إلى سنة 1989 وبقيت دائما الأردن ودائما نجد الأردن شريك فاعل دائما في اتجاه قضايا القدس ودائما ما نجد أن الأردن دور كبير جدا في الدفاع عن مدينة القدس بالتحديد يعني عن فلسطين بشكل أهم لكن عن مدينة القدس بالتحديد خاصة أن الأردن يعني لها عمق استراتيجي في فلسطين وخاصة أن فلسطين أيضا لها أطول حدود مع الأردن يعني تبرى 400 كيلو متر وبالتالي والكثير من الفلسطينيين الذين هجروا أثر النكبات التي حدثت في فلسطين أيضا كانوا في الأردن فبالتالي الأردن يوجد فيها جارة فلسطينية كبيرة وهذا ما يؤكدنا الأردني والفلسطيني واحد ودائما القدس تواحد قلب الأردني وقلب الفلسطيني وقلب كل عرب يعني اندمعا حتى البوصلة العربية إذا أرادت أن تنحرف لا بد أن ترجع إلى أين إلى القدس فتم توحيد هذه البوصلة وتحديد اتجاهها الصحيح ونحن نعلم الآن ما يدار في فلك تصفية القضية الفلسطينية ولكن الأردن كانت حتى ضمن اتفاقية واد عربة حرست على أن تكون ضمن الاتفاقية أن تكون المقدسات في بيت المقدس تحت إشراف الأردن وأن لا تمس خاصة المقدسات الإسلامية والمسيحية على ألا تمس وتبقى حرية الدين مكفولة طبعا ولكن هذا الكلام في تطبيقه الواقعي نجد أن اليهود يتهربون منه ولا يطبقونه أصلا وكم من نبي قتلوه فكيف باتفاقية أو ما شابه ولكن دائما نذكر أن للأردن ارتباط كبير جدا ببيت المقدس سواء بالإشراف على المقدسات أو بدفاع على المقدسات وما زال الدم الأردني ما زال يروي ثرى مدينة القدس كما رواه الكثير من دماء الأشقاء العرب نسأل الله لنا أن يلم وحدتنا وأن يبعد عننا شرى سايكس بيكو وأن تزوب سايكس بيكو إلى هذا الحد أكتفي دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهفو إليها ناظري قلبي وكل مشاعري مشتاقة روحي لها وجوارحي وخواطري للقدس موسيقى موسيقى